في شوية معطيات وشوية نقاط لازم نتكلم فيها هل المكسب ده مهم ولا مش مكسب مهم أكيد مكسب مهم تنظر إليه على أنه في هذا التوقيت بالنسبة للنادي الأهلي يمثل دفعة معنوية مهمة ومش بس دفعة معنوية وهي دفعة في الأرقام والنتائج والنقاط لقل النهاردة أهضر سيل من الأهداف سيل من الأهداف كان كافيلا بإراحة الفريق وإراحة الأعصاب وكمان حيفرق على صعيد الأداء فخليك تأدي أداء أحلى طيب هل ده بس لأ الأهلي برضو محتاج يبتدي يركز أكتر في الأخطاء الدفاعية اللي بتحصل وبالمناسبة لما تشوف تحليل فني يخليك رجل دقيق الجون الأولاني لا يتحمله محمد الشناوي واحد ولا غير يعني الناس بتقولك إيه محمد الشناوي يشيله لأ ركز بس في الكرة كده هتلاقي الغلط جاي من أول نص المالعة طيب يبقى إيه المطلوب مطلوب مزيد من التركيز المطلوب دايما في دور المجموعات أن أنت تتعلم من الأخطاء مش تكسير العظام يعني فكرة أن أنت تهدم والبتاع والكلام ده كله مش هو ده الواقعي الواقعي أنك عندك هدف أكيد أكيد بتسعاله وإيه هو المكسب حققته على كل نتيجة مميزة بس النادي اللي محتاج يشتغل على شوية نقاط لأن أنت بتتكلم على حامل لقب بطولة إفريقيا حامل لقب بطولة إفريقيا الجملة اللي عايزة توقف قدامها لأن الكلام اللي تقال ده إحنا رددناها قبل كده وسمعناها قبل كده لكن إيه الجملة أنك أنت لازم الدروس نخرج بها الاستفادة من الأخطاء وليس تكسير العظام ودي مهمة جدا 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 نحاول نستفيد وحقا خلاص خلينا أمام أمر واقع فيه إرهاق فيه إجهاد بيحاول يحلى مستر موسيماني أنه يعمل روتاشن وأول ما يجي يعمل روتاشن أو يغير أو الإحلال والتوزيع المجودة على اللعبة يقول له غلطت أنك خرجت فلان ما هو عينه على المشوار اللي جاء أستاذ إبراهيم هو ما خرجش فلان لأنه مش موفق هو خرج لأنه محتاجه في المباراة اللي جاية فبيضطر يريعه ويحاول يكسب حد تاني حساسية أنه يعتمد عليه فمش تملي معيار النقط في الصح والغلط لأنه أنت مش واخد المشهد بالصورة الكاملة زي المسؤول صورة الكاملة أنه عارف حيلعب بعد كم يوم مع بيراميد وبعد كم يوم حيسافر يلعب مع ساندونس وحيرجع يلعب مع المريخ كل دي حاجات أهداف أبعد من المباراة اللي بيلعبها فلما يطمئن بعض الشيء بيحاول يعمل تغييرات توصلوا للأهداف القادمة لازم نبقى حاطين نفسينا في مكان الآخرين سهل جدا تقول إن فيه غلط وسهل جدا تقول محتاجة تركيز إيه التركيز محتاج لياقر محتاج راعة محتاج هدوء لكن اللي في وص الصراخ والزعيق والدوشة والصراع صعب إنه يبقى مركز بالشكل اللي احنا بنطلبه طيب كابتن سيد عبد حفيز رجع في هذه المباراة بعد ما ربنا شفاها الحمد لله من كورونا وكان موجود مع الفرقة في المعسكر ليلة المباراة بعد المباراة تحدث مدير الكورة ترجمة نانسي قنقر